موسيقى شربيل إذا تريد أنت هلأ أستاذ مثلنا تفضل تنسمع محمد شو عملنا؟ أنت سمعته عم يتمرن؟ ما سمعته بعد تنشوف تفضل أستاذ موسيقى موسيقى جبار 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 في رئته جبار جبار في أسويته جبار جبار خدعتني دحكته وخانتني دمعته خدعتني دحكته وخانتني دمعته ما كنتش عارف قبل النهار دا ان العيون دي تعرف تخون بالشكل دا ولا كنت سد قبل النهار دا ان الحنان يقدر يكون بالشكل دا جبار 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 عرفت قد ما عرفت ولا عرفتوش وشفت قد ما شفت ولا فهمتوش كان بيقولي بحبك أيوة كان بيقول ولا ملح في تقلبي صدقتو صدقتو على طول كنت اشوف واسمع وحس بقلبي هو كنت عايش مش عشانه عشانه هو عشانه هو كنتش عارف قبل النهار دا ان العيون دي تعرف تخون بالشكل دا ولا كنت سد قبل النهار دا ان الحنان يقدر يكون بالشكل دا جبار 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 يا اما علمني الحب يا ريتني يا ريتني ما تعلمت معا ولا شفتو ليه تخدعني ليه ليه خليتني انسى الدنيا وعيش في حلاوتو دا ما كانش فتنين زينا شافوا اللي شفتنا في حبنا ليه 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 تصحيني في وسط الجنة بنار نار ودموع كنت ارحمني وسبني شوي اعيش اعيش مغدو اعيش مغدو واو ما كنتش عارف قبل النهار دا ان العيون دي تعرف تخون بالشكل دا ولا كنت سد قبل النهار دا ان الحنان يقدر يكون بالشكل دا اعيش نقول عجبك؟ من نجحه؟ على مسؤوليتك أنت؟ أوكي خلص نحن نرى اليوم محمد فات على الإفال وقرر أنه يسمعنا كل صوته من أول لحظة وهذا شيء أول مرة بيعمله يعني عثر محمد في عنده الخجل، في عنده الرواء طبعوله ولا مرة إجا هيك وبلش بها القوة أنا كتير حبيت، حبيت اختيار الأغنية وفي كتير جرأة كان اليوم إن كان بالنوانس يلي استعملون لو أنا كتفضل ما يضلوا كتير كتير بالبيانيسيما ويستعمل شوية كريشندو أكتر من أنه ضغري ببيانيسيما وفورتي ولكن أنا كتير حبيت اختيار الأغنية وجرأت محمد اليوم في عندي ثلاث ملاحظات بالنسبة للإفال إن أول شعلي وقت المحمد كان عم يغني بفول باور يعني فورتي بمطرح معين ما قدر يعني صار في شيء ما ننضيف بالصوت وهو تعب وبعدين صار يقح حتى ينظف صوته مش مفروض حدا ينظف صوته بقلب الغني يعني كان فيه يتنفس يعمل شيء تاني لا يريح لأنه ما بيقدر يكون على ستيج ويقح بهالطريقة هادي أول شعلي التاني شعلي في محلات كان عم بيقول هيك كلمات على البيانيسيما وبتكأنه عم يحكي ونحكي لازم يتبهي محمد أنه وقت نغني شعلي ببيانيسيما أو نغني شعلي كأنه عم يحكيها نحكيها ما لازم يروحوا الفوولز يعني ال-A وال-E وال-O ما لازم تروح ال-not من الكلمة لازم يضلوا بقلب الأغنية وضيع كتير ال-eye contact بقلب الغنية بس بالآخر رجع شوي رد على الـ أنه رد يرجع يطلع فينا سهول الإشياء محمد لازم يتبهنهم بس بقت ما تبقى أغنية صعبة والمغنى كان حلو وحضوره كان حلو شاب مش معقول بالصفوف لأنه عنده نضوج هاي مهمة كتير بصفوف بيسمع كتير منيح وبيطبق كتير منيح هلأ مثل اليوم مثلاً كان حلو وشجاع انه اختار هالغنية بس في شغلة لما بدي في تلميذ دايماً بقولون يا لما بتكونوا واصلين ع نوطة عالية بل شوف تحو تمكن من تحت تترتاح النوطة العالية مثلا مثل قال بس قال قبار أول قبار كانت مسكرت أمو لو فاتح تمو منيح كانت التانية لمعي غير شكل بالآخر كانت نوعاً ما كانت منيحة بس بالنص عركج من ورا هالشغلة بس برافو محمد كتير شاطر محمد ما رح فوت أنا بهالتفاصيل اللي اللي إلا أنتو حكيتو فيها ما إلا طعم نكررها أو اتدخل بشي أنا مش اختصاصي بس أنا بحب أقول جملة وحدة محمد من البرايم المرأ صار محمد تاني تماماً طوي هيديك الصفحة وبلش محمد تاني من النهار اللي وقف هو وهيدي وغنى وأبهر العالم وكلنا فتحنا عيوننا أنه هيدا محمد محمد اشتغل ووصل محمد ذكي موهوب صوت حلو هالأغنية الرائعة اللي اختارة يلي بتدق بالقلب ايه أوقات صار يحكي ونحكي ايه أوقات بالعالم يدرشوه بس أنا لقطني من أول ما بلش لخليص أول شيء الاختيار الأغنية رائع قد ما حلو حلو الأغنية فيه هو من رومانسية عبد الحليم وهيدا شغل اللي بحبه فيه وفيه هيك رقيب هالشاب هيدا عم بيخليه يختار نيحة عم بيخليه يوقف قدامنا بشكل حلو حتى إذا عم يحكي مع شاربيل حتى إذا عم رفنا ع شاربيل محمد شاب رائع يعني مرتب متل ما بقولوا بالعربي وهيدا شيء بساعده لحتى كمان الزوق بالحياة يعني عنده زوق كيف يختار بكرة أغنية يعني عنده زوق كيف يختار الكلمة كيف يختار اللحن عنده زوق كيف يطلع على الناس هيدا شغلة كتير منيحة وبتساعده لقدام أنا بنسمي لها إلي محمد اليوم وبالبراين محمد ثاني وهيدا شيء طبعا بيعود للكم كلكم كأسادسة وبيعود لها إله هو كشاب جاي عن جد يستفيد من كل شيء عم نعطيه محمد شخص عنده كتير كتير إحساس بالإيدي وبيعرف يوصل هيدا الإحساس هلأ بالنسبة للأي كونتاكت أنا لحظت أنه مثلا محمد وهيدا اختاروا الكاميرا بلاحظات الاي كونتاكت كان معنا ولكن كانوا مختارين الكاميرا كشخص وهو هيك عم بيصير شوي بالبرايمات لأنه لازم تعرفوا أنه بيضيعوا شوي للتلميذ نحنا بنشتغل معه إنه الجمهور مباشر ولكن بالكاميرا بالإخراج للتليفزيون بيطلبوا منه انطلعوا بالكاميرا فأنا حسيت إنه بلاحظات عم بيزد النظر اللي عنا ولكن معظم الأوقات عم بيختاروا هو وهيد يختاروا الكاميرا هون عتبة عمروان يلي لا اختار الكاميرا ولا اختارنا ما اختار حدا كان عنده رجال فويان يعني ضايع النظر محمد لأ مختار الكاميرا الأحاسيس كتير واصلي بطريقة حلوة محمد بريح المستمع بريحوا يعني بيحطوا بجو ممتع يعني كمان أطربنة يعني كمان وبعدين بحب حي هالجرأة إنه يختاروا أغنية بآخر إفال تفرج هالقد ودوراتهم الصوتية بغض النظر إذا مطاريح لمع الصوت أكتر أو زحط أو جن ولكن هيد الجرأة إنه بالآخر بدون يفرجوا كل شي عندهم وهالخيار كان كتير موفق عند محمد عباس دايما أنا بقول إنه الصوت هو بينام أو بعبر عن شخصية الإنسان يعني من شوف بصوته شخصيته من شوف بصوته كيف بيتصرف كيف بيفكر شو متعلم من وين جاي من أي بيئة هيدا الشي الحلو اللي شفناه اليوم بمحمد هو خلاصة كل هالإشياء اللي هو فيها يعني هالشخصية اللي عنده إياها بتبين بصوته بتبين بأداءه بتبين بإختياراته بس بدي أقول إنه وقتها منختار غنية هالقد كبيرة حلو كمان نشتغل عالتفاصيل لأنه بنهاية المغنى بس يصير محترف بس يصير الإنسان البروفيسيونال بده يصير يقدم الغنية كالباكتج متكامل يعني بده يكون كل تفاصيلة حلوين صحيح إنه دق فينا وعطانا إمبريسيون أو انتباع حلو ولكن كمان بعد هالانتباع كافي يكون أحلى وأحلى 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 وهيدا الشي بيجي مع الخبرة والوقت وقتها بيعطينا مثلاً آخر أفلة أو آخر كلمة بالغنية تكون فعلاً هي الأفلة الكتير حلوة لأنه آخر ناط بتبقى بدينتنا يعني أكيد اللي عمله حلو مش عام بقول لا بس أوقات التفصيل بيزيد الغنية حلاوة وبيخلي هالموضوع يصير أنضج وأحلى أنا بدعيهم كلهم يعني كل اللي بقيوا بالآخر أنه يشتغلوا على التفاصيل على الفنساج مثل ما بيقولوا كيف آخر شي بس حتى اللمس الأخيرة على الغنية لأنه كل شغلة بضيفة تعطي إضافة أكتر للناس وبتخلي الناس يحبوه أكتر ويعطوا انتباع فعلاً متكامل عنه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر